ليس مجرد خبر او تقرير يتطرق الى حدث عابر لكنها كارثة غرق فيها العراق ويحتاج الى علاج عاجل وبعد نزوح 1200 عائلة من مناطق الاهوار الزراعية في ذيقار جنوب البلاد على مدى الستة اشهر الاخيرة بات الجفاف سيد المشهد هنا وهذا نداء عاجل ينطق به مسؤول والمناطق المحلية في البلاد التغير المناخي الذي يصنف العراق من بين خمس دول على انه الاكثر تأثيرا به وتراجع منسوب المياه في نهري دجل والفرات وغياب شبه تام للامطار في السنوات الثلاث الاخيرة الثروة الحيوانية التي يعتمد العراق عليها هي الاخرى طعنت في خاصرتها بفعل غياب الاهتمام بها ولم تجد حلولا مناسبة في توقيتها المناسب اذ نفق اكثر من 2050 جاموسا نتيجة الجفاف في الاوينة الاخيرة نفوق اودى بمصير اكثر من ستة الاف اسرة ريفية الى فقد مصدر رزقها بابل وكربناء والكوت والبصر وبغداد تضرب فيها المناطق الزراعية على مرأة من المسؤولين دون تحريك ساكن هكذا يشكو المزارعون المكلومون منظمة الاغذية والزراعة في الامم المتحدة الفاو صنفت في تقرير لها مناطق الاهوار على انها الاكثر تضررا من تغير المناخ في العراق وعلى الرغم من ان ملف الجفاف يدق جرس الانذار ويضع العراق في اسوأ سنواته منذ نحو 92 عاما واجبر المختصين التوجه لاستخدام المياه الجوفية الى ان قرار تأجيل مجلس النواب ناقش الخطة الزراعية للموسم الشتوي والوضع الماء الخطير بفعل انشغاله بالازمة السياسية اثار استياء فئة المزارعين على وجه الخصوص بتحذير عاجل منهم عنوانه انقذ ارض العراق قبل موت جماعي لمائه وضروته الزراعية والحيوانية اشتركوا في القناة